الحقيقة النهاردة حدث تاريخي حدث يعني معتقدش ان احنا شفنا و هنشوف زيه في محكمة العدل الدولية مع اقرار مجموعة من التدابير الاحترازية ضد الاحتلال الاسرائيلي لمساعدة الشعب الفلسطيني اللي بيعاني من ويلات الحرب بقيله سنين كتير و اكتر من مئة يوم وهم شافوا كل انواع و ابشع انواع الجرائم الانسانية و العالم كله شاف بالصوت و الصورة قرارات تاريخية الحقيقة و قرارات تنتصر للانسانية شفناها النهاردة في محكمة العدل الدولية باقرار ارتكاب اسرائيل لابادة جماعية ضد الفلسطينيين و يعني مجموعة من الاجراءات اللي اسرائيل قدامها شهر لتنفيذها قررتها النهاردة محكمة العدل الدولية في قضية فلسطين واللي فيها بترغم الاسرائيليين على تنفيذ عدد من التدابير وتقديم تقرير بعد شهر لمحكمة العدل الدولية علشان يأكدوا انهم ابتدوا تنفيذ البنود اللي المحكمة قالت عليها مجموعة من البنود المحكمة نهاردة اقرت بيها اولها اتخاذ اجراءات لمنع التحريد المباشر على الابادة الجماعية و ده كنا بنشوفه من المسؤولين الاسرائيليين و بعد كده بتطلع الحكومة تتنصل من كلام مسؤوليها تاني حاجة كان ضمان توفير لاحتياجات الانسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري الناس دي اللي بيتم تجوعهم ويتم يعني تعرضهم لأبشع الجرائم علشان يتم ابادتهم تاني حاجة كان تأكيد انه لا يرتكب اي انتهاكات ذكرت سابقا من خلال جيش الاحتلال الاسرائيلي وذكرتها جنوب افريقيا في مذكرتها لمحكمة العدل الدولي وكمان اتخاذ اجراءات لتحصين الوضع الانساني في قطاع غزة وطبعا العالم كله يعني بيشوف دلوقتي الاوضاع الانسانية وصلت لفين في قطاع غزة الامم المتحدة بتنشر دار العالم كله كل الناس اللي بتردت تخرج من القطاع لانه في استحالة لتنفيذ مهامها داخل القطاع اتخاذ كمان جميع الاجراءات المنصوصة عليها لمنع الابادة الجماعية في قطاع غزة واتخاذ تدبير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة وانه يتم رافع تقرير للمحكمة بشأن كل التدبير المؤقتة المفروضة خلال شهر واحد من النهار وطلبت كمان دولة الاحتلال الاسرائيلي بتقديم ما يثبت بانه جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة في مذاكرة جنوب افريقي ولطبعا العالم كله شافها بالصوت والصورة في كل حتة فانا مش عارفة ازاي ممكن هذا الكيان يتنصل من جرائم واهلة المحكمة كمان النهاردة انه خلال هذه الجلسة يجب على اسرائيل اتخاذ اجراءات لمنع التحريد على الابادة الجماعية في غزة